ترجمة نانسي قنقر وتعالى الليالي الغالية ليالي العشرة الأواخر من رمضان لكن الرحلة دي لسه كنا بنقول أحلم فيها إن إحنا مع بعضينا بقنا حاسين إن إحنا في أيام جالين ميلة من الأرب من ربنا ومش واختين بان إحنا بنصور ولا إحنا بنعمل إحنا عايشين رحلة فعلا ومبسوطين والشباب والبنات بقوا حاسين دي أيام كده جميلة وحتى كنا عملين نقول إيه أكتر اسم إحنا حاسين إن دي كأنها هبى من ربنا سبحانه وتعالى إحنا عايشين عايزين نوصل للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يا رب حاسين بربنا أوي يا ترى جماعة هندخل العشرة الأواخر الحلم دي يتحقق نعيش العشرة الأواخر من رمضان أن تعبد الله كأنك تراه قمة الإحساس الروحاني قمة الدين بتاعنا أعلى مراتب الدين والإيمان إنك تعيش مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه معرفش حقيقة الإسلام من لم يتذوق الإحسان أبداً ولا عرف حلاوة الدين من لم يفهم معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه اتحرم من جمال الإيمان وروح الدين إنك تعيش هذا المعنى معنى الإحسان حنعيش النهاردة من خلال اسم من أسماء الله الحسنى اسم النهاردة اسم الله الجبّر دايماً الناس بتسمع اسم الله الجبّر في خاف ويحس إن الإسم ولكن إنت لو فهمت الإسم إنت ممكن تحطه على الموبايل بتاعك إنك دايماً حطه على الجبّر الذي يجبر عباده المكسورين الجبّر الذي يجبر قلوب المنكسرين الجبّر للمظلومين لللي فقدوا الأحباب لللي الدنيا كسرته لللي الهموم ورعته لللي حد قهروا في الدنيا لللي فقد إنسان غالي عليه أب أو أم أو ابن أو حبيب الجبّر الذي يجبر قلوب العباد إيه ده؟ ده أنا كنت فاكرة إن الإسم إسم أنا كنت بخاف ده قمة الحنان هو إسم الجبّر جاي من كلمة إيه؟ في اللغة العربية كلمة الجبيرة مش إنت لما بتكسر إيدك بيحطولك جبيرة علشان تعمل إيه الجبيرة؟ تجبر الكسر الجبّر الذي يجبر المنكسرين فإذا كان الأطباء بيجبروا ما كسر من الأبدان فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر ما كسر من قلوب العباد الله ده إسم حلو أولي الناس العوام وأهل الشام يقولوا والمصريين جبر الخواطر على الله يعني إيه جبر الخواطر؟ إنك تجبر بخطر أقول لكم حاجة حلوة قوي مرة في وقت من حياتي مريت بتجربة صعبة قوي في الحياة أيام كانت قسي علي قوي وشأ ربنا وقتها إن أنا أكون في العمرة ومن كتر من قسوة الظرف اللي أنا كنت فيه أنا مش قادر أدعي بأي حاجة فكنت أطوف ما بقولش غير كلمة واحدة بس كنت ببكي يا جبار جبر بخطري يا جبار جبر بخطري يا جبار جبر بخطري تسألني كنت بتقول كام شوت وبطوف قد إيه كتير ومش فاكر لأني ما كنت شايف حاجة والدنيا كلها مش شايف فيها حاجة غير يا جبار أجبر بخطري والله جبر بخطري وكرمني وعوضني والتأم قلبي وجمع شاملي على أهلي يا سلام الجبار تروح له وأنت منكسر لازم يجبر خطري والنبي يقول لك ما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر يعني عايز صردي ربنا قوي أجبر خواطر الناس أصله هو يحب كده طب إذا كان هو يحب كده بقى هو يعمل معاك إيه لو سألتوني قل لي إيه أكتر صفة في النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة فيه أكتر خلق يحب النبي صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر ده هو نص معاملات النبي جبر خواطر لما تحلل كده هاتلي كل مواقف النبي اللي موجودة في السيرة ويقرأ المواقف شوية هو النبي بيعمل إيه بيجبر بخواطر الناس ليه أصل دي أكتر حاجة ربنا بيحبها طب يبقى لما دي أكتر حاجة ربنا بيحبها يبقى أنا لما تكسر واروح للجبار يعمل معايا إيه تفهمت الفكرة كل ما تكسر وحيله عيطيله يا سلام لو بتيت بين إيدي أجبر بخطري يا جبار أجبر بخطري أما يكرمك كرم أو تروح تشكيله تقوله أنا تعبان لازم يجبر بخطرك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي رايح الطائف علشان يدعو أهل الطائف للإسلام لأن مكة خلاص رفضت النبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي للطائف الطائف قد إيه؟ مئة كيلو راحهم إزاي على رجليه طب ليه مركبش يعني طب ما كان يركب ناقة أو لا لو ركب قريش هتعرف أنه خرج فحيمشي وراه لغاية ما هو مش عايز يشوفه فطلع على رجليه كأنه بيتمشى مئة كيلو عارف يعني مئة كيلو يعني مثلا من القاهرة من وسط القاهرة لغاية لغاية المسطر في في ودي النترون أنت متخيل؟ مئة كيلو على رجليه وصل للطائف رفضوه واخد النبي في حضنه عشان الطوب والظلط ما يجيش في النبي يجي فيه هو فدماغ سيدنا زي دي فيها دماغ وبعدين النبي بيجري على طوب فرجلين النبي فيها دماغ وبعدين يدور على مكان يحتمي فيه فيلاقي كده زي تكعيبة عنب أو مزرعة صغيرة فيدخل النبي فيها طب لما يدخل فيها أول حاجة يعمل قبل ما يعمل أي حاجة قبل ما يدوي جراحه رفع إيديه روح بسرعة للجبار يجبر بخطرك فراح بسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم يقوله إيه شوفي الكلام وغمض عينيك كده وكأنك شايف النبي في المنظر ده وهو بيدعي والدماء في قدمين وجنبه سيدنا زيد بن حريثة بينهج ودماء في رأسه والنبي بيدعي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حاسس بالنبي كأنك شايفه كأنك قاعد قدامه وشايف الحالة دي لازم يجبه بخطوة رحلة الإسراء والمعرج بعدها بإزباع إذا كان أهل الأرض أزوك يا محمد تعالى شوف مقامك عندنا في السماء ويوصل لمكاننا حدش وصله قبل كده وسيدنا جبريل ما يوصلش للمكانة دي ولما يروح المسجد الأقصى تنزل كل الأنبياء من السماء يصلوا وراه هو إمام المرسلين كلهم ورا سيدنا نوح ورا سيدنا إبراهيم جده ورا سيدنا إسماعيل جده وأهو سيدنا موسى أهو وسيدنا عيسى واقف أهو وأهو سيدنا داود وسيدنا سليمان وهو إمام المرسلين كلهم إذا كانوا أزوك يا محمد شفت جبر الخاطر لازم يجمع بخاطرك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيه كلمة حلو قوي عايزكم تحفظوها بيقول لك إيه تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه سبحانه وتعالى يعني فهمها؟ مش فهمها ما أقولي الحقيقة فهمين تحقق بأوصافه بأوصافك يمدك بأوصافه أنت أوصافك إيه عمد فقير ضعيف وهو أوصافه إيه مالك الملك القوي العظيم رحيله بصفاتك يمدك بصفاته رحله بضعفك يمدك بقوته رحله بعجزك يمدك بحوله وقوته رحله بفقرك يمدك بغنان رحله بذلك يمدك بعزه رحله وقوله يا غني من للفقير إلا أنت يمدك بعطاءه قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت يمدك بقوته قل له يا عظيم من للضعيف العاجز إلا أنت يمدك بحوله وقوته تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه جرب جرب لما تتكسر وتبقى حزين ومتقلم روح للجبار وقوله يا جبار أجبر بخطري يحن عليك على طول لأنه إحنا ولأنه بيحب جبر الخواطر ولأنه أمر في جبر الخواطر فأول من يفعلها هو سبحانه وتعالى معك أما اسمح حلو بشكل مش بقولك تكتبه على الموبايل بتاعك بعد ما كنت بتخاف منه ومالكش أي علاقة بيه بس هو علشان يكون جبار ليك ويجبر بخطرك جبار على اللي ظلمك فيأخذ منه الحق ويعطيك إياه فالجبار لك إذا ظلمت وجبار على من ظلم ليأخذ منه الحق إليك فخليك اوعى في يوم من الأيام تكون ظلم وخليك دايما بين إيديه منكسر روح له يجبر خطرك الناس اللي بيشوفونا القرامل السيط المطلقة اللي عايشها لوحدها ومقهورة وبتربي عيالها الناس اللي عندهم مرض الناس اللي عندهم كرب وهم وغمب وروحوا اللي لادي للجبار عيط له بين إيديه بالليل قول له يا جبار أجبر بخطريه على قد ما تعمل كده على قد ما يعزك ويرفعك ويكرمك الجبار سبحانه وتعالى تعالوا نكمل معبول موسيقى 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 مش بيتكلم في الدين بس تشعر فيه بصراحة قبل ما يجي موسيقى موسيقى ربنا لما بيمنع عندك حاجة بيديك أصدق حاجة تانية دايما ربنا لو في حاجة في حياتك وحشة بيعوضك بحاجة تانية لو عندك أي حاجة مثلا لو ربنا لو عندي مثلا مرض بلاقي دايما ربنا بيعوضني بحاجة تانية موسيقى 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 مبين جمال الكون وعظمة الخالق موسيقى مبين حياة البشر وخطاهم في حفظه ورعاية الله موسيقى نحس إن الكون كله هو نعكاس لتجليات أسماء الله الحسنى موسيقى الرحيم الكريم الواسع موسيقى الحكيم العليم موسيقى الغني موسيقى القادر المهيم موسيقى بديع السماوات والأرض موسيقى 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 فعلاً تبارك الذي بيده الملك موسيقى وهو على كل شيء قدير موسيقى 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 ذاكر خاشع موسيقى 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 رح له بفقرك يمدك بغناء موسيقى موسيقى رح له بذلك يمدك بعزه موسيقى 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 يمدك بحول قوته أخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته موسيقى موسيقى الزكر بيخلي عقلك الباطن مليان بربنا وربنا بقى أكبر حاجة فيه موسيقى يلا نسكو أكبر الله 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 أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم